بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أحبابي الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في تعلم أحكام تلاوة القرآن وكيفية تلاوة كتاب الله أما بعد أحبابي إن شاء الله سنبدأ اليوم بقراءة سورة جديدة وهي سورة الصافات وسنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بحكم من أحكام الميم الساكنة في الماضي كنا تكلمنا عن أحكام الميم الساكنة والتنوين وتكلمنا أيضا عن حكم واحد من أحكام الميم الساكنة وهو حكم الإخفاء الشفوي وذكرنا ما معنى الإخفاء الشفوي وهو حكم من أحكام الميم الساكنة سنتكلم بحكم آخر من أحكام الميم الساكنة وهو حكم الإظهار للميم وهو الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي ما هي أحرف الإظهار الشفوي الميم إذا كانت ساكنة يأتي بعدها دائما وكما تعلمون حرف من أحرف اللغة العربية فكل أحرف كل الأحرف التي تأتي بعد الميم الساكنة لها حكم كلها مظهرة يعني تظهر الميم كما هي إلا حرفين حرف الباء وحرف الميم الميم مع الميم تصبح ميما مشددة ويقال له إدغام شفوي سنعطي مثالا في مواقع أخرى بإذن الله لكن اليوم سنتكلم عن الإظهار الشفوي الإظهار الشفوي يعني أن ننطق بالميم كما هي يعني من غير تغيير لها نظهرها كما هي لا نغير عليها لا نخفيها ذكرنا في درس مضى بأن الإخفاء للميم أننا نبدأ بها أي بالميم ولا ننهي بها ننهي بالباء أما إذا بدأنا بالميم ننهي بالميم في الإظهار الشفوي في الإظهار الشفوي نظهر الميم كما هي ونبدأ بحرف من أحرف الإظهار وهي كله أحرف اللغة العربية لذلك لا نخفي الواو لا نخفي الميم عند التقائها بالواو ولا نخفي الميم عند التقائها بالفاء لأن البعض قد يخفي الميم عند التقائها بحرف الواو أو بحرف الفاء وهذا لا ينبغي هذا خطأ إنما الصواب أن نظهر الميم كما هي يعني نبدأ بها وننتهي بها الإخفاء قلنا نبدأ بالميم وننهي بالباء لذلك لا يسمى بإظهار يسمى بإخفاء وقلنا بأننا لا نفرج ما بين الشفتين لا ندع فرجة ما بين الشفتين في الإخفاء الشفوي إنما نظهرها ميم في بدء الأمر ثم ننهي بالباء لذلك سميت بالإخفاء الشفوي يعني نقول مثلا أم به أم به هنا لا نفرج إنما ولا نضغط ضغطا كثيرا بحيث نظهر أننا قد تكلفنا في حرف الميم أم به برخاوة نضم ما بين الشفتين برخاوة وقد تكون هناك فرجة لا ترى بالعين لا نراها ولا نسمعها أم به أم به هذا هو الإخفاء وددته أن أرجع إلى إيش إلى مراجعة قليلة عن حكم الإخفاء الشفوي واليوم إن شاء الله نتكلم عن الإظهار الشفوي الميم تظهر كما هي ويكون على الميم سكون يشبه رأس السمكة يشبه رأس السمكة يكون مفتوحا من طرف من أطرافه ويكون محدبا من الطرف الآخر هذا السكون ليس الدائرة يكون يشبه رأس السمكة هذا السكون هذا علامة على وجود إيش على وجود الإظهار الشفوي نبدأ بالقراءة نبدأ بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ قلنا أه أه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالقراء أعوذ بالقراءة أعوذ بالقراءة حرف استعلا حرف استعلا حرف مستعلي يعني نرفع اللسان عندما ننطق بحروف الاستعلاء وقد ذكرنا بأن حروف الاستعلاء خصى ضغط قض هذه هي الأحرف يكون اللسان مرتفعا يعني الحنك العلوي يكون أبعد عن الحنك السفلي من الترقيق من هيئة الترقيق ويكون هناك تقعير باللسان عند حروف الاستعلاء تقعير باللسان ويكون ارتفاع في اللسان هذا هو لعلي قلت في دروس مضت ارتفاع الفم وأردت بذلك ارتفاع الحنك العلوي عن الحنك السفلي ولعله خانني التعبير يعني لكن نبهني بعض إخواننا على هذا الأمر إنما نقول ارتفاع اللسان وليس ارتفاع الفم إنما ارتفاع اللسان وابعاد الحنك العلوي عن الحنك السفلي مع تقعير اللسان تقعير اللسان يعني يكون اللسان مقعرا نقرأ بإذن الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد نبدأ شيئا فشيئا والصافات صفا هنا قلنا حرف الصاد حرف مفخم والألف مفخمة أيضا آه نقول والصا لا نقرأها والصا لا ولا والصو لا إنما تكون الألف مفخمة والصافات صفا فالزاجرات زجرا انظروا لما قلنا صفا ما قلنا صفا ليس صفا قلنا صفا لأن الفا حرف استفال شو يعني حرف استفال حرف مرقق يعني يكون الحنك العلوي قريب من الحنك السفلي الحنك العلوي قريب من الحنك السفلي يعني تكون كمية الهواء أقل في الفم عند النطق به عند جريان النفس عندما نطقنا بحرف الألف هنا كانت كمية الهواء أقل من التفخيم آآ غير ما نقول آآ آآ غير آآ نعم عند الياء يكون أقل عفوا عندما ننطق الياء يكون أقل انظروا يكون الهواء أقل أما عند الألف يكون الهواء أكثر في الفم يكون الهواء أكثر لكن عند التفخيم يحصل شيء من التضييق عند الحلق وتقعير في الفم كما ذكرت لكم أما عندما نرقق الألف يكون لا يوجد تضيق في الحلق عند الخروج خروج الهواء من الحلق لا يكون تضيق ولا يكون تقعير في الفم صفا صفا ليس صفا البعض يقرأ صفا هذه إمالة ليست مطلوبة هذه الإمالة ليست مطلوبة فالزاجرات زجراء فالزاجرات زجراء هنا زجراء هذا حرف قلقلة حرف الجيم عندما نحركه حركة خفيفة يعني تشبه الحركة نقول لا نقول حركة إنما نقول تشبه الحركة يعني يهتز الحرف لكي يظهر سنتكلم بالقلقلة بإذن الله في درس آخر فالزاجرات زجراء زجراء هنا الراء أتى بعدها حرف الألف فماذا نفعل بحرف الألف نفخمه أيضا نفخم حرف الألف لأننا نفخم حرف الراء عند فتحه وعندما يأتي بعده حرف ألف تفخم الألف وتفخم الراء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكراء إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هنا ورا و ليس و ورب المشارق إننا زينا السمااء الدنيا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِنِي الْكَوَاكِبِ بِزِينَةِنِي انظروا بِزِينَةِنِي الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ هنا يوجد إخفاء عفوا يوجد إدغام وإدغام وحفظًا من هذا إدغام من كل هذا إخفاء من كل شيطان مارد هذا أيضًا إدغام انظروا قلت في دروس مضت هذا القدر من الغنة يكون يشبه ذاك القدر يعني الغنن قدرها واحد الغنن في الإخفاء وفي الإدغام إدغام الذي هو بغنة وكذلك في النون المشددة وفي الميم المشددة ماذا يكون تكون الغنة هذه تشبه هذه وهذه تشبه هذه يعني من حيث القدر هذه بقدر هذه وهذه بقدر هذه لا نزيد هذه عن هذه ولا هذه عن هذه إنا زيّن السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب انظروا لا يسمعون هذه الغنة بمقدار حركتين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب أيضًا في الإخفاء نطقنا بها بمقدار الحركتين يعني توقفنا بمقدار حركتين من كل جانب دحورًا ولهم هنا أيضًا بمقدار حركتين دحورًا ولهم عذاب واصب هنا يوجد ماذا يوجد؟ يوجد حرف ميم ساكن هذا الذي نبحث عنه من أول الدرس ماذا نبحث؟ عن الميم الميم الساكنة المظهرة وهذه ميم ساكنة مظهرة إذا نظرتم إليها ترون على هذه الميم عليها فوق تلك الميم ترون ماذا؟ ترون ما يشبه رأس السمكة يعني هذا السكون الذي يشبه رأس السمكة وهذا علامة على الإظهار علامة على الإظهار سواء كان على النون أم على الميم أم على غيرها هذا يدل على الإظهار يعني لا نخفي هذا الحرف إذن الله تعالى قال ولهم عذاب واصب لا نقف عليها لا نقول ولهم عذاب لا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب و و ليس و و واصب واصب تدربوا عليها دحورا ولهم و أيضا ليس و أيضا بعض إخواننا يقولون و و لا لا ينبغي أن نفعل هذا لأن الوا حرف المرقط عند العرب لا يوجد لا يوجد في عند العرب قبيلة من القبائل تلفظ الوا واو واو فيما أعلم لا أدري إن كان فيما لا أعلم هناك من القبائل من يلفظها واو لكنها واو هكذا الذي تعلمنا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب انظروا شي شي وليس شي 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 هاب فاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازب نكمل قال الله تعالى وهي آخر آية نقرأها اليوم بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون هنا إذا أردنا أن نقف قلنا لا نحرك لكن لماذا أنا حركت حركت حتى تعرفوا كيف يلفظ حرف الت عند فتحه بل عجبت بل عجبت ويسخرون إذا اليوم تكلمنا عن الميم الساكنة المظهرة كل الأحرف التي تأتي بعدها أحرف إظهار يعني نقرأ الميم كما هي وأما الحرف الذي بعدها يكون على حدة يعني لا يؤثر على الميم إنما تظهر كما هي مثلا آخر آية فاستفتهم فاستفتهم أ هنا فاستفتهم أ هنا أظهرنا الميم كما هي فاستفتهم أهم أشد أيضا الميم الثانية أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازب بل عجبت ويسخرون إلى هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى نكون قد بينا لكم حكم الميم الساكنة المظهرة وهذا يقال له إظهار شفوي يعني بالشفتين نظهر الميم الساكنة المظهرة لا يوجد الكثير من الميمات هنا لم نظهر الكثير من الميمات لكن في دروس أخرى سنبين أكثر لكن أنتم اكتبوا أن كل الأحرف مظهرة عدا حرف الباء وحرف الميم حرف الميم الساكن إذا أتى بعده حرف ميم متحرك يقال له إضغام شفوي أما حرف الباء إذا أتى بعد الميم الساكنة يقال له إخفاء شفوي ولا يوجد في الميم إلا الإخفاء الشفوي والإظهار الشفوي والإضغام الشفوي هذه لأنها من أحرف الشفة من الأحرف الشفوية الميم التي تخرج من الشفة نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم وقد استمتعتم وأسأل الله أن يثيبنا وإياكم بإذنه تبارك وتعالى وجزاكم الله عني خير الجزاء وأسأل الله أن تكونوا بخير إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته